فتاديمير بوتين مع عضاء مجلس الامن القومي الروسي في اشتماع عمل القضايا الدولية بما في ذلك التحضير للمؤتمر الدولي حول سوريا في جينيف وقال ديمتري بيسكوفا المستشار الاعلامي للرئيس الروسي انه تم خلال الاشتماع تبادل مفصل للاراء عن الجهود المبذولة للتحضير للمؤتمر الدولي حول سوريا واضف بيسكوفا ان الاشتماع تطرق الى قضايا الساعة الراهنة للعلاقات الروسية الامريكية في اطار التحضير للاتصالات الثنائية المزمع اجراؤها على اعلى مستوى من جهة ثانية ادانت روسيا بشدة الهجوم الاجرامي الجديد الذي استهدف امس منطقة باب شرقي ومحيط الكنيسة المريمية بدماشق واعتبر المتحدث باسم الخارجية الروسية الكسندر لوكافشيفيتش ان هذا الهجوم الارهابي طالما استهدف حيا خاليا من الاهداف الاسكرية فهو بالضرورة موجه عن عمد ضد المواطنين المدنيين واعرب لوكافشيفيتش عن قلق بلاده من استهداف دور العبادة في سوريا بشكل متزايد من قبل الارهابيين مؤكدا ان من شأن ذلك زيادة التوترات في سوريا والمنطقة ومشددا على ان هذه الاجراءات يجب ان تلقى ادانة عالمية